أهلا بكم منشآت مدنية وحيوية في جنوب السعودية طالها قصف هجوم لاقى انتقادات دولية واسعة في ظل سعي المملكة لعقد مشاورات بين أطراف النزاع اليمني بهدف أحلال السلام فما التفاصيل؟ جماعة الحوث استهدفت محطة لشركة أرامك النفطية في جدة وخزنات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب ومحطة للكهرباء بصامتة فيما تصدت دفاعات صعودية لهجمة بصاروخ باليستي استهدف محطة نفطية كذلك بجزان وتصدت لمسيرات أخرى أطلاقها الحوثيون التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أشار إلى أن صواريخ الحوثيين انطلقت من مطار صنعاء الدولي فيما انطلقت أخرى وتحديدا تلك التي استهدفت محطة أرامك في جدة ومحطة الكهرباء بصامتة من مدينة الحديدة اليوم أعلن التحالف العربي بدأ عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية مواقع أطلاق هذه الهجمات هي مواقع ذات حماية خاصة استخدمها الحوثيون لاستهداف المنشآت السعودية بحسب بيان التحالف الذي طالب الحوثيين بالالتزام بالقانون الدولي وأخراج الأسلحة من المواقع المحمية الهجوم الحوثي هذا تبعه العديد من المواقف الأوروبية والعربية المنددة فيما تقول الولايات المتحدة أن هجوم الحوثيين تم بدعم إيراني وفي الكونغرس تزداد الأصوات المطالبة بإعادة جماعة الحوثي إلى قائمة الإرهاب التصعيد الحوثي ضد المملكيات قبل ثلاثة أيام فقط من استضافة الرياض لمشاورات بين أطراف الصراع اليمني وهو ما اعتبره البعض رسالة واضحة من الحوثيين تؤكد رفضهم المطلق للسلام وارتهانهم لنظام تهران وتنفيذ سياساته التخريبية في المنطقة بحسب ما يرى وزير الإعلام اليمني استمرار هذه الهجمات أو مثل هذه الهجمات من شأنه أيضا زعزعت إمدادات الطاقة العالمية التي تعاني بالفعل هذه الأيام من تبعات الأزمة الأوكرانية وهذا ما حذر منه مصدر بوزارة الطاقة السعودية اللي أكد أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل مثل هذه الهجمات التخريبية وفي خلفية هذا التصعيد ليسال الاتفاق النووي معلقا ويشير البعض إلى أنها أبرز رسالة للتعجيل بالاتفاق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كشف اليوم أن أسقاط الولايات المتحدة والتصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري هو من ضمن المسائل القليلة العالقة في مباحثات فيينا موسيقى 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 وأتطرق لهذا الخبر العاجل الذي بإمكانكم مشاهدته ومتبعته عبر شاشة الشرق رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي يعلن طالق الهجمات باتجاه المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أيام إذن دول ومنظمات عدة أعربت عن إدانتها الاعتداءات التي يرتكبها الحوثيون المدعومون من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية نتابع اشتركوا في القناة وفي متابعة كذلك لتصريحات رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي يقول إن الهدنة تشمل تعليق الهجمات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية ومنذ قليل كنت قد ذكرت أنه أعلن عن تعليق الهجمات باتجاه المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أيام إذن دعوت مجلس التعاون الخليجي الحوثيين للحوار في الرياض ليست أولى محاولات إرساء أسس السلام في اليمن لسعودية خطوات كثيرة في هذا المجال كان أخرها مبادرة برعاية أممية ولكن رفضها الحوثيون وقبلوها بتصعيد ميداني في اليمن حرب دخلت عامها السابع ولإنهائها وتجاوز تبعاتها أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحام في مارس 2021 أعلن عن مبادرة ترمي لإنهاء الأزمة مبادرة تشمل وقفا لإطلاق النار تمهيدا لحوار سياسيا وقال الكرة الآن في ملعب الحوثيين الحوثيون لم يتأخروا بالرد فعلا وسرعان ما رفضوا المبادرة في اليوم نفسه من إعلانها متجاهلين بندها الذي ينص على رعايتها من قبل الأمم المتحدة بعد أيام من طرح المبادرة أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه اعترض سبع طائرات مسيرة كانت تستهدف المملكة وذكرت وزارة الطاقة السعودية في اليوم نفسه أن محطة لتوزيع منتجات بيترولية تعرضت لهجوم بمقذوف ما أدى لنشوب حريق جاء شهر مايو وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية على اثنين من المسؤولين العسكريين في جماعة الحوثي فرضت عقوبات على ضوء الهجوم الذي تشنه الجماعة المتحالفة مع إيران للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز مع قدوم يناير 2022 كان هناك تحول في المواجهة مع الحوثيين الذين استهدفوا مناطق في إمارة أبوظبي الإمارة أعلنت انفجار ثلاث صهاريج للنقل المحروقات ووقوع حريق في منطقة إنشاءات قرب مطار أبوظبي حاول بعدها الحوثيون استهداف العمق الإماراتي خلال شهر يناير ليكون شهر مارس الذي أعلن فيه مسؤولون خليجيون لرويترز أن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة الحوثيين وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورة في الرياض خلال الشهر نفسه حول هذا الموضوع رحب بضيوفي معي عبر تطبيق زوم من الرياض الدكتور علي الخشيبان المستشار والبحث السياسي بمركز البحث والتواصل المعرفي كذلك عبر تطبيق زوم من واشنطن السيدة سيمون ليدن نائبة مساعد وزير الدفاع على أمريكي لشؤون الشرق الأوسط سابقا وعبر الأقمار الصناعية من القاهرة سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية لقطع الشركة والتعاون الدولي أهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتور علي وسنتتوقف عند هذه التصريحات التي كنا نتابعها منذ قليل لرئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي أذكر بما قالوا قال إن الهدنة تشمل تعليق الهجمات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية وأعلن كذلك تعليق الهجمات باتجاه المملكة العربية الصاروخية لمدة ثلاثة أيام وقال أيضا إن الهدنة تشمل وقف المواجهات في الجبهات الميدانية كيف نفهم هذا التصريح؟ هو يعطي هدنة مربوطة بثلاثة أيام يعني هو يعطي مهلة لماذا؟ ما الذي سيجري بعد ثلاثة أيام؟ وما الرسائل الذي يوجهها للمملكة عبر هذا التصريح؟ أعتقد أن هذه محاولة التي كانت في الأزمة المملكة العربية السعودية لا تعترف بالحوثيين كند لها إنما ترى الحوثيين بأنهم هم من استولوا على السلطة وأعتقد أنه تصريح بمثل هذه العبارات يعني البحث عن مكانه وأننا نمارس الندية مع المملكة العربية السعودية وأننا نحن من يتفوق في الميدان العسكري وهذا غير صحيح الحقيقة أن المملكة العربية السعودية طال صبرها وأخشى أن يعني يأتي مرحلة من المراحل وتفقد المملكة العربية السعودية قدرتها على الصبر مع تنامي وتصعيد الهجمات الحوثية ولكن يجب أن نتنبه إلى نقطة معينة لهذه المناورة السياسية التي أطلقها رئيس المجلس الحوثي بأنهم يعني يقدمون أنفسهم كمنتصرين وبأن ورقة اللاعب كلها في يدهم وأنهم هم من يمنح التوقف أو الاستمرار في الحرب وهذا في الواقع هو عكس الحقيقة هذا من جانب الجانب الآخر الضربات المؤلمة التي بدأت بها أو بدأت بها بدأت بها قوات التحالف من المؤكد أنها يعني بدأت تظهر آثارها وأعتقد أنه التوقف لمدة ثلاثة أيام هذا يعبر عن إذا شديد تعرض له الحوثيين نتيجة الهجمات التي قام بها التحالف ولكن في مجمل القول أن الحوثيين لن يحصلوا على المكانة التي تجعل من المملكة العربية السعودية الاعتراف بهم كمسيطر وحيد على اليمن المملكة العربية السعودية تؤمن بأنه الحل السياسي الذي يحول هذه الجماعة إلى جزء من منظومة سياسية متكاملة مقبول أما غير ذلك فهو احتلال صنعاء وإطلاق الصواريخ كلها أمور غير مقبولة نعم سيد نبيل كيف تقرأ كذلك تصريحات رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي وهل ترى فيها نوع من التهديد المبطن كونهم قدموا مهلة ثلاثة أيام بداية نسعد الله مساكي وضيوف الكرام وجميع السادة المشاهدين حقيقة نحن ندرك أسلوب عمل هذه الجماعة ومن يديرها هناك في طهران هذا الأسلوب الآن يوضح ثلاث نقاط أساسية النقطة الأولى كما وضعها ضيفك الكريم من الرياض وهي أن الجماعة بدأت تشعر بقوة الضربة الارتدادية التي تقوم بها المملكة بناء على ما قامت به الميليشيات من أعمال إرهابية خلال اليومين الماضيين هذا جانب الجانب الآخر الميليشيات تريد أن تقدم رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى الخارج أنها تتعامل بين الدية وتتعامل بطريقة أنها هي من تمثل اليمن والسعودية هي ممثلة للتحالف وتريد أن تضع الأمور بهذا الشكل أيضا هي تعلم أنها الآن نتيجة الضربات التي بدأت هذا اليوم بدأت تظهر أثرها ولذلك تحاول أن تكسب الوقت كما تعمل في كل مرة تحاول أن تكسب الوقت مثل ما عملت مثلا في استوكهول في إطار عملية تحرير الحديدة ونجحت في هذا الجانب لأن المجتمع الدولي ابتلع طعم هذه الجماعة ومشى عليه لكن القضية الأساسية الآن هي أن الميليشيات لا تصدق أبدا نحن جربنا معها عشرات المرات من الاتفاقات سواء في الحروب الستة أو الآن هذه الاتفاقات كلها كاذبة وكل ما يوضعوها الآن هو عملية ثلاثة أيام لسحب الأسلحة أو الصواريخ والطائرات المسيرة من أماكن معينة ووضعها في أماكن أخرى لبدء مهمات جديدة نعم أنتقل يا سيدة سايمون أي رسائل تلقفتها الولايات المتحدة اليوم إن من الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية ورد منذ قليل لرئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي أعتقد في البداية للطبع أشكركم على دعوتي وعلى طرح هذا السؤال مع الضيوف المتميزين الآخرين لكن أعتقد أنه ننميت بما كان أن أقول بداية أنني أتفق مع كل ما قاله ضيوفكم حتى الآن كما أعتقد أيضا أن الحوثيين يسعون لأن يقدموا أنفسهم كحكومة وأنهم على نفس مستوى المملكة العربية السعودية كند لها أعتقد أن سياق كل هذا الأمر غاية في الأهمية ولا بد أن نفهمه جيدا من الواضح بالنسبة لنا أن الحوثيين لا يعملون في فراغ بالتأكيد هناك من يدعمهم ويدربهم وهنا أتحدث عن الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني الذي يدعم الحوثيين إذن التوقيت أيضا غاية في الأهمية لأنه كما ذكرتم في البداية نحن بالفعل نشهد ما نسميه مشكلة في إمدادات الطاقة عالميا ولا قدرت تفعط أصعار النفط بشكل كبير للغاية في الفترة الماضية خاصة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا إن روسيا وإيران قد عملت سويا في عدة أشياء على مداري فترة طويلة وعلى المداري ولن أتفاجأ إذا ما كان توقيت هذه الهجمات كان أمر قد تم الاتفاق عليه على مستوى ترفيعة من منظور الولايات المتحدة الأمريكية الأمر يرتبط بالعودة لخطة العامة للشابة المشتركة والمفاوضات التي تجري في فيينا وهناك توقف لها واستئناف لها والأخبار السيئة كلها تأتي من تلك المفاوضات من وجهة نظر إنه يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك أن تتخلى عن شركاء كانوا معها لفترة طويلة وهذا سيكون أمر مؤسفا لا بد أن ننظر في هذه الأحداث والهجمات التي وقعت مؤخرا ونضعها في سياقها ربما الإيرانيين يرغبون في ممارسة الضغوط عبر الحوثيين على أسعار النفط وكذلك أيضا ممارسة الضغط على إدارة بايدن خلال هذه الفترة الحاجة للغاية من المفاوضات الخاصة بخطة العمل الشامنة المشتركة نعم دكتور علي اليوم عقب هذه الهجمات التحالف العربي اتخذ خطوات نوعية وبدأ عملية استجابة لتحييد منشآت النفطية أو تحييد استهداف المنشآت النفطية ما الحيثيات هذه العملية وما تتضمن هذه العملية خاصة أنك ذكرت أنه اليوم الحوثي بدأ يتلقى ضربات موجعة يعني عقب الهجمات التي قام فيها أعتقد أنه أولا لابد ندرك أن التحالف كسب خبرة كبيرة في متابعة مواقع انطلاق الصواريخ وطائرات المسيرة ولكن الجغرافية اليمنية أيضا هي جغرافية صعبة وجغرافية يمكن من خلالها التموي والتخفي وهذا ما يفعله الحوثيين ولكن هناك خطوة يبدو أنه التحالف اتخذها لأن هناك تهديد لإمدادات الطاقة في العالم فيبدو أن هناك تحركات تكون قريبة من الحدود السعودية اليمنية لمراقبة أي تحركات حوثية لإرسال صواريخ أو طائرات مسيرة الضربات التي تمت خلال الأمس وخلال الأيام الماضية هي ضربات الحقيقة موجعة لأنه يصبح من السهل عندما تطلق الصواريخ عسكريا يصبح من السهل تحديد هذه الأماكن ولكن أعتقد أن الخبرة التي اكتسبها التحالف قادرة على أن يحيد هذه الضربات وأعتقد أنه يجب النظر إلى أن المملكة العربية السعودية هي بلد مترامل أطراف وعندها القدرة على التحمل ومثل هذه الضربات مهما كانت تأثيراتها الدولية وخاصة في قضايا النفط وإمدادات النفط كبيرة جدا ولذلك المملكة العربية السعودية تتحاشى أن تصاب هذه الإمدادات ولذلك أعتقد أن هناك خطوة أكبر عسكريا للمحافظة على هذا التوازن ولكن القضية المهمة جدا التي يجب أن ندركها أن هذه التحركات التي جاءت إنعكاسا سريعا للأزمة النفطية في العالم وأزمة أوكرانيا وروسيا لا بد أن تقرأ بطريقة مختلفة يبدو أن ورقة الحوثيين أصبحت جاهزة للعب بها من قبل إيران ومن قبل أطراف أخرى تحاول الضغط على الكيان الدولي وخاصة على المنطقة وحلفائها وسيكون الثمن بذلك هي تلك الهجمات التي ترسل على الحوثيين هذه قراءة سياسية يجب أن نتنبه إليها وإلا التحالف هو قادر على الرد مثل هذه التحديات ويمكن أن يتعامل معها مهما طال الزمن فلنا سبع سنوات في المملكة نتلقى مثل هذه الضربات ونتعامل معها ولكن الهدف النهائي لا تريد المملكة ولا التحالف أن يتعرض الشعب اليمني لأي إذا وإلا بالإمكان أن تصبح صنعاء منطقة مفتوحة للهجمات العسكرية وينتهي الأمر على كل حال سأعود بعد قليل لمتابعة النقاش هذا الملف ولكن ضيوفي تفضلوا بالبقاء معي سأذهب إلى هذا الفاصل القصير وبعدها نتابع النقاش معكم أهلا بكم من جديد أعود لاستكمال هذا النقاش عن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية في المملكة وأذهب بهذا السؤال لضيفي من القاهرة سيد نبيل إذن كيف تنظر اليوم القيادات السياسية في اليمن لهذه الهجمات في هذا التوقيت وما الهواجس التي خلقت لدى هؤلاء مع إزاء كل هذه التطورات أعتقد أن القيادات السياسية اليمنية والشارع اليمني بشكل عام أصبح ينظر إلى الموضوع من ناحية أنه على الرغم من أن الميليشيات الحوثية تقوم بكافة الأعمال التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال ضرب المدنيين ضرب الأعيان المدنية ضرب المطارات استهداف المصادر الطاقة استهداف الملاحة الدولية وكل هذه الأعمال هي مجرمة ومحرمة على مستوى القانون الدولي وعلى أيضا مستوى التصنيف لمن يقوم بذلك على أنها جماعات رهابية حتى هذه اللحظة لا نجد من المجتمع الدولي إلا الشقب والتنديد والاستنكار لكافة هذه الأعمال وأقصى ما لديها أن تقول أنها ستقف مع حلفائها للدفاع عن نفسها أعتقد أننا بحاجة ماسة لتغيير هذه اللغة المطاطة وهذه اللغة الرمادية اليوم لا بد أن يكون للمجتمع الدولي في مقدمة مجلس الأمن والدول الكبرى وفي مقدمة الولايات المتحدة على أساس أن يكون هناك موقف حقيقي ليس في العمل من أجل دعم الدفاع ولكن دعم الهجوم الذي يكسر هذه الميليشيات ويجعلها ترضخ إما للسلام أو تسقط تماما بالحل العسكري الذي سيريح المنطقة من هذا الخطر إذا كنا قبل أيام تم تدمير زورقين في البحر الأحمر وهما كان يستهدفان ناقلات النفط إلى ماذا ينتظر المجتمع الدولي ينتظر إلى أن يكون بالفعل الميليشيات تلك القنبلة التي تهدد بها إيران المنطقة برمتها أعتقد أننا في اليمن وبشكل عام لدى الجميع نضع كافة العلامات الاستفهام والتعجب على هذا الموقف الدولي المتردد حتى هذه اللحظة الذي لا يخدم القضية اليمنية ولا يخدم الموقف ولا يخدم واقع المنطقة بل ولا الوضع على المستوى الدولي وخصوصا في إطار الصراع الروسي الأوكراني نعم أذهب بهذا السؤال لأسيدة سايمون أي فعل ستتخذ الولايات المتحدة لتعامل مع الحوثيين جراء ما قاموا به من أهجمات هل سنشهد مزيد من العقوبات الاقتصادية عليهم أم أنه سيتم فرض ضغط سياسي عليهم ربما عبر إعادتهم إلى قائمة الإرهاب أم أنه لن نشهد أي فعل من قبل واشنطن أعتقد أن أسهل الأبدود الواضحة هي إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية التي كانوا عليها إلى أن جاءت إدارة بايدن لطالما كنت جزء من الجهود التي سعت لإدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية وشاركت في تلك الجهود هناك الكثير من المخاوف التي نسمعها من النظمات الإنسانية التي تقول أن هذا الأمر من شأنه أن يوقف تدفق الإغاثة الإنسانية إلى اليمن من بيننا يعتقد أن الإغاثة الإنسانية تصل إلى الأماكن التي يفترض أن تصل لها في اليمن حاليا على أي حال كان ذلك في وجهة نظري يمثل بالفعل إدعاء سخيفا ومع ذلك وضعنا وطبقتنا العقوبات وشهدنا تغيؤ في السلوكيات لكن أعتقد أن تلك العقوبات لم تفرد لفترة طويلة تحقيق الأثر المطلوب أن العقوبات على الحارس الثوري الإيراني وكل العقوبات الإيرانية التي وضعت على إيران وفرضت عليها خلال فترة حكم ريس ترامب بالإضافة إلى العقوبات على الحثيين كان لها تأثيرها وغير بالفعل من حساباتهم لأن النظام الإيراني لم يكن لديه نفس كميات الأموال التي تتوفر لديه حاليا للإنفاق على كل هذه الأنشطة الخبيثة المزعزعة للاستقرار وللاقتصاد العالمي وبما في ذلك تدفق الطاقة للأسواق العالمية لكن الآن تلك العقوبات قد رفعت وعلى الأقل بعضها رفعت وبنسبة الحثيين أيضا وأصبحوا قدرين على ممارسة الأعمال مرة أخرى إذن إن أسهل رد لكل من هم كانوا مثلنا في إدارة أفريس ترامب يناصرون هذه الجهود منذ شهر نائر الماضي كلنا معارض مسألة إزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب الحقيقة أن إدارة بايدن لم تبقيهم على لائحة الإرهاب السبب في ذلك هو المفاوضات الخاصة بخطة العمل الشامن المشتركة مع إيران لأن وفقا لتقديري وأنا ليس لدي معلومات من دخل الإدارة ذاتها حاليا إدارة بايدن لكن أعتقد أن هناك شروطا للأسف فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية فرضتها إيران ويبدو أن أمريكا قبلتها وكان من بين تلك الشروط التي فرضتها إيران إزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب لدرجة أن إدارة بايدن ترفض أن تقر بالواقع الذي نعيش فيه نحن جميعا وما ذالت تعيش في الخيالات والأوهام لو قمنا بشيء آخر طلبته من إيران ساعتها ستكفى إيران عن كل الأشياء السيئة التي تفعلها ضد أصدقائنا هذا كلام لا علاقة له بالواقع من الواضح أن هذا الموقف خاطئ من إدارة بايدن آمل أن يستيقظوا آمل أن يقوموا بإعادة إدارةهم على لائحة الإرهاب لكنني للأسف لستم متفائلة في هذا الصدد وأعتقد أنهم لن يعيدوا إدارة الحوثيين كمن ضرورة الإرهابية في أي وقت قريب لكن لا بد من وصلة الضغط من المملكة العربية السعودية أو من دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشركات الآخرين لإيقاظ هذه الإدارة كلنا نأمل بالطبع لكن الواقع للأسف ليس به أي أفق للتفاعل نعم دكتور علي يبدو أن السيدة سايمون أثرت نقطة جدا مهمة أن إدارة بايدن اليوم تتعرض لضغطات من قبل الإيرانيين وليس لديها أمال بأن تترجع إدارة بايدن عن محاولة عدم الرضوخ لضغوط إيران وبالتالي إذا اليوم إيران فرضت هذه ضغوط مجددة واتحدثتم جميعا عن هذه الرسائل التي وجهتها عبر جماعة الحوثي باستهدافها للمملكة العربية السعودية عبر هجمات محددة اليوم لو توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لأن الولايات المتحدة بحاجة للغاز الإيراني في هذا التوقيت لتصديره إلى الإيرانيين أي هواجس وأي مخاوف تشعر بها المملكة ودول الخليج أنا أعتقد أنه اليوم يجب أن نؤمن أن الحركة الحوثية تحولت إلى ورقة لعب يعني يملكها الكثير من الأطراف وأعتقد أنه يعني المملكة العربية السعودية تدرك ببساطة أن ما يجري من الحوثيين هو إحدى وسائل الضغط الكبيرة عليها سواء من إدارة بايدن أو حتى من إيران التي تحاول أن التي عتادت على أن تنشئ ميليشيات وتنشرها في الدول العربية هذا السيناريو خطير جدا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تفكر بأن ثمن الاتفاق النووي واتفاق العمل المشترك الذي يعطي إيران الفرصة لامتلاك السلاح النووي والعودة إلى إنتاج البترول والحصول على أموالها المحصورة والمحجوزة في دول العالم فهذا يعني أن المنطقة ستتعرض إلى أزمة كبيرة جدا وإلى خلل جيو سياسي يمكن أن يقيم مشكلات كبرى ولكن النقطة المهمة التي أعتقد أنه يجب أن نتنبه إليها أن الأزمة الإيرانية الأوكرانية الروسية سيكون لها انعكاسات على الموقف الأمريكي لا أعتقد أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة بايدن اليوم هي ضامنة للانتصار في الشرق الأوسط وضامنة للانتصار في أوروبا هناك تراجع حقيقة في الموقف الدولي من القوة الأمريكية ومن الواضح أن هناك عدم قدرة على اتخاذ قرارات مباشرة ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنجح في الشرق الأوسط وخاصة في الاتفاق النووي الإيراني على حساب الجيو سياسية أو الجيو بولوتكس الموجودة في الشرق الأوسط ليكون لديها أداة وقوة فاعلة تؤثر فيها على الحرب الأوكرانية الروسية وأعتقد أنه الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية وموقفها من إمدادات النفط في العالم والتوازن الذي تبحث عنه المملكة العربية السعودية كل هذه الأشياء جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية رهينة بيد إيران التي ترى الأمريكا أنها هي المنقذة المباشر والسريع لأزمة الطاقة وأعتقد أنه هذا على المدى الطويل غير دقيق جدا لأن إيران غائبة عن إنتاج النفط لسنوات طويلة ولن تكون قادرة حتى على تمرير الغاز عبر الشرق الأوسط لأن معظم الأراضي التي من الممكن أن يمر من خلالها الغاز هي أراضي تسيطر عليها دكتور عالي فقط الوقت يضاهمنا لو تسمح لي سأنتقل بعجالة لأسيد نبيل إذن اليوم جماعة الحوثي هي ورقة ضغط بيد إيران من أجل إرسال عبرها يعني رسائل للمجتمع الدولي كيف سينعكس هذا الواقع على الداخل اليمني أمني الداخل اليمني يعاني معاناة شديدة نتيجة ما تقوم به هذه الجماعة من ممارسات ما تقوم به ضد المدنيين من حالة إفقار وتجويع وغيره وبالإضافة إلى العمليات العدائية التي تقوم بها في المناطق اليمنية لكن كما تلاحظون هناك استماتة في الدفاع عن الأراضي التي يتم تحريرها يوما بعد يوم وخصوصا خلال اليومين الماضيين كانت هناك أعمال جيدة في محافظة مأرب وأعتقد إذا ما تمشا أو تقديم غطاء جيد في الحديدة وغيرها ربما يحدث أيضا تقدمات عسكرية مهمة في هذه المناطق كسر يد إيران في اليمن هو الرد الوحيد الذي يمكن أن تستخدمه الإدارة الأمريكية لتحقق تقدما في الملف الإيراني وبغيره سيستمر الإدارة الأمريكية تلعب في دائرة مفرغة استطاعت إيران أن تنجح فيها لأكثر من 15 سنة في إطار الملف النووي الإيراني اليوم الرسالة واضحة وعلى المجتمع الدولي أن يستوعب كل ما تقوم به هذه الجماعة لأجل أن يتعامل معها بنفس الأسلوب ما لم فإنها ستتلاعب بالجميع أشكرك كنت معي من القاهرة سيد نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية لقطاع الشراكة والتعاون الدولي كذلك أشكر ضيفي من الرياض الدكتور على الإخشيبان المستشار والبحث السياسي بمركز البخوت والتواصل المعرفي وشكر موصول كذلك لضيفتي من واشنطن السيدة سايمون ليدن نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط سابقا شكرا جزيلا لكم جميعا